أهلا بكم في فيديو جديد من موسوعة العربية الشاملة عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة رح نتكلم اليوم عن تفسير رؤية التمر في المنام لابن سيري أولا تفسير رؤية التمر في المنام بمدلول الخير عند رؤية صاحب الحلم التمر في المنام فإن هذا يدل على الأمطار المتوقع حدوثها كما أن عند رؤية صاحب الحلم أنه يأكل التمر في المنام فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم من قارئ القرآن الكريم وهو يستطيع أن يرتله ترتيلا جميلة وعند رؤية صاحب الحلم أنه يقوم بجني محصول التمر في وقته المعروف في المنام فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف ينال علم كثير يقوم بنفع الناس به أما عند رؤية صاحب الحلم نخلة يابسة وأن صاحب الحلم يقوم بنشرها على نفسه في المنام فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف تصيبه السعادة والفرح بعد فترة من الحزن والهم ثانيا تفسير رؤية التمر في المنام بمدلول الشر عند رؤية صاحب الحلم أنه قد جاء إليه تمر في المنام فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يأتي إليه مكاسب من المال ولكن هذا المال يأتي إليه من رجل معروف بالأخطار أما عند رؤية صاحب الحلم أنه قام بجمع محصول التمر في غير أوانئ فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف ينال من العلم ولكنه لن يقوم بالعمل به في حياته ثالثا تفسير رؤية التمر في المنام للفتاة العزبة أو المتزوجة عند رؤية صاحبة الحلم أنها تقوم بأكل التمر في المنام وكانت فتاة عزبة فإن هذا يدل على أن تلك الفتاة سوف يتقدم إليها رجل صالح للزواج منها أما عند رؤية صاحبة الحلم أنها تأكل التمر في المنام وكانت امرأة متزوجة فإن هذا يدل على أنها سوف تعيش حياة زوجية مستقرة في سعادة وسرور ولتفسير حلمك بالتحديد أو تفسير حلم مختلف يمكنك استخدام تطبيق تفسير الأحلام المباشر ورابط التحميل في وصف الفيديو ولمعرفة بقية الدلالات تابعونا على موسوعة تتكام وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدرون تابعونا على سوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر